سنقرأ للبرج المبدع جداً والقادر أن يقوم بأعماله بطريقة رائعة جداً بتميز بها على الأبراج الآخرين وهو يحتل المراتب الأولى في الذكاء وأيضاً محلل بارع قادر من خلال كلمة واحدة يعرف ماذا يدور في رأسك أكيد أنا بحكي عن مولود برج الجوزاء إن شاء الله سيبتسم لكم الحظ على جميع الأصعدة ورح تحققوا كل الأهداف والطموحات التي تسبوا إليها أتمنى من الجميع اللايك التشجيعي والأشخاص الجديد على القناة ما ينسونا بالاشتراك ومهم جداً يفعلوا زر الجرس عشان يكونوا على المباشر مع بعض بإذن الله تعالى ما بدنا نطول معكم في المقدمة لنبدأ في القراءة يا أصدقائي سيبتسم لك الحظ مالياً وتحصل على رزق مادي من رب العالمين الله يرزقك كمان وكمان أنت تستحق أصدقائي ورج الجوزاء عطيبة قلبك وحسن معاملتك مع الآخرين ستمتع الطاقة روحانية داخلية عالية جداً استقدر من خلالها كشف الأشخاص اللي حولك اللي هم حاطين أقنعة مزيفة قدامك بتحسهم زي أحسن الناس إليك وهمه بالحقيقة بس بيستنوا تلف وجهك ما رح يترددوا بغدرك وأيضاً تشويه سمعتك هذا الشخص طبعاً يا أصدقائي برج الجوزاء هو من الأبراج المائية عشان أقرب لك إياه لا تتردد بمواجهته وأيضاً أنك تفصل علاقتك فيه لأن هذا الشخص خبيث وما بتعامل بأسلوب المواجهة والجراءة بتعامل بأسلوب الغدر والخيانة وانت هيك شخص ما بناسبك بالمرة أما في الأمور الأخرى وخصوصاً اتجاه الحبيب سيكون المنتصف الثاني رائع جداً في الحب المتبادل بينك وبين الحبيب استكتروا من الاتصالات والرسائل الجميلة والرومانسية هناك لقاء بينك وبينه بالأسبوع الثاني وستحصل على هدية رائعة جداً تعزز رابطة الحب لقد اقترب موعد الزواج بينك وبين الحبيب بس نفس الوقت انت بتطلع ما في أي تجهيزات صارت لهذا الموعد هذا الموضوع يشعرك في القلق وأيضاً تشعر ممكن انه يخيب آمالك هذا الشخص وما يكون قد هذه المسؤولية المنحته إياها حاول قدر مستطاع انك لا تأخذ أي قرار بشكل سريع جداً اتجاه الحبيب وخصوصاً انه بتعرض للضغوطات عائلية مش حاب انه يعلمك فيها فحاول انك تساعده وتسانده بهذه المحنة والأمور التجهيزية لحفل زفاف أو خطوبة حاول انه انت نفسك أصديق برج الجوزاء انك تجهز لهذه الأمور لأنه الحبيب يفقر لهذا الموضوع ما عنده الإدارة أو روح القيادية وانت بهذه الساحة تعتبر ملك أما الأشخاص المتزوجون هناك بعض الخلافات وأيضاً تشعر انك بعاد عن بعض رغم القرب انكم ساكنين ببيت واحد هذا الموضوع خلاكوا بعيدين عن بعض وزعزع العلاقة اللي بيناتكم حاول انك تعمل عمل مشترك بينك وبين الشريك بهذه الطريقة ستستعيد العلاقة من أول وجديد وتقربوا إليك وتتقرب أنت أيضاً إلو لأنه ليش اسمه شريك لأنه شريك حياتك يعني أنتو الاثنين عبارة عن واحد فلازم تكونوا متفاهمين علشان تقدروا تدفعوا بمصالح العائلة إلى الأمام وانت شخص دكي جداً فاهم علي شو بقول لأنه لما يصير فيه نزاعات في البيت ومشاكل وصوت عالي وأشياء من هذا القبيل هذا الموضوع رح يذايجك كثير لأنك أنت يعني تروح تعبان من العمل تبعك هو المسكن تبعك البيت هو اللي بتتريح فيه ويكون فيه مشاكل سعيتها تضاخم الأمور وبتوصل ممكن أنه يتدخل طرف ثالث بينك وبين الشريك حاول قدر المستطاع أنك تبعد شخص المقربين من حولك يتدخل بشؤونك الخاصة وبمشاكلك لأنه هذا الشخص يصب الزيت على النار بس بطريقة أنه بنصحك يعني كاف يعني أسبيل المثال لا خلص تحكيش معها لمدة أسبوع زي ترباية يعني أنه قعد بنصح فيه وبروح عند شريك تباني بحكي له نفس الإشي هذا بسبب الغير والحسد اللي عنده عدو بالله من هيك شخص حقير جدا حاول أن تضح الصورة أمامك ولا تخلي يتمادى أكثر من هيك ويدخل بشؤونك الخاصة أما العازبون أو المنفصلون يبتسم لهم الحظ عاطفيا وخصوصا بالمنتصف الثاني من شهر خمس مايو 2023 سيلتقوا بشخص يرتاحوا لصحبته وستتحدثوا بأمور كثيرة جدا كثير اهتمامك وفضولك وتشعر أنك دائما حاب أنك تظلك يعني مع هذا الشخص وما تتركه بالمرة هو كمان نفس الشعور ببادلك بس مش قادر أنه يتجرأ ويصالحك بعجابه خوفا أنك تكسفه بس دنك فتحت له الطريق ستلاحظ كمية المشاعر اللي كان مخبيها إلك يعني في عندك حب جديد يا صديقي يا برج الجوزاء وأنت ملوك الرومانسية وإن شاء الله تكون نهاية هذه العلاقة الزواج الصالح أما أشخاص القائمون على عملهم هناك خلافات بينك وبين رؤساءك في العمل بسبب الأعمال الإضافية اللي بوكلوك فيها وبدون أن تأخذ يعني مال كأتعاب أو أشياء من هذا القبيل هذا الموضوع يشعرك في الظلم وأنت أكره عليك حدا يظلمك ما رح تتردد من مواجهتهم عشان توقفهم عند حدهم وما يزيدوا عليك الأعمال المطلوبة منك في طريقة جميلة جدا نستخدم الجوزاء لما يجيبوا لك عمل إضافي استقبلوا وعملوا بس وانت بتعملوا بتفهمهم أنه هذا آخر عمل أنا بعمله الاتفاقي معكم أنا أني أشتغل من واحد لاثنين وما إلي بإشي آخر بالطريقة هاي بتنسحب بدون ما يصير فيه نقاشات حادة أو زعولات أو تقلب شخصية مشكلة شخصية بينك وبينهم لأنه بظلهم هذول رؤسائك في العمل والقوة بيدهم من ناحية أخرى هناك أحد الزملاء اللي بيحاول يدفعك أنك تحكي كلمات غير لائقة لرؤسائك في العمل هذا الشخص سيء جدا ما رح يتردد أنه يحكي هذه الكلمات لرؤسائك في العمل بهدف التقليل من قيمتك ويسبب لك المشاكل فاخذ حذرك من هذا الشخص وتعامل معه بأسلوب كيف حالك يا صاحبي أنت بحالك وأنا بحالي أما في الأمور الصحية تشعرون في بعض الآلام في الجسد وفي المفاصل وتشعر أحيانا زي اللي ما إلك نفس تعمل أي حاجة حاول قدر المستطاع أنك تلتزم بالتمارين الصباحية هي عبارة عن خمس دقائق بس إثق تماما أنه ستستعيد نشاطك وعافيتك مية بالمية هذا بسبب اللياقة تعيتك تراجع مستواها بالآونة الأخيرة ودقق عبرنامجك الغذائي لأنه يا صديقي يا برج الجوزاء إذا راحت الصحة راح كل شيء فخليها من أهم أولوياتك تتاح أيضا بعض الفرص الرائعة جدا للمشقائمون على عملهم ستكون أغلب هذه الفرص بالأعمال الوراقية مثل تقديم على وظيفة أو بالأمور التجارية والأشخاص بالأساس بتعامل بالأمور التجارية سيحققوا صفقات رائعة جدا أكثر لما بتوقعوا وأيضا يبتسيب لك الحظ في الأعمال المشتركة بينك وبين الأشخاص الآخرين علما يعني طبيعتك ما بتحب شغل الشراكة لأنك بتحب نشارك من راسك بس ومع ذلك فرصة هذه الشراكة حاول لك تفكر فيها جيدا قبل ما ترفضها لأنه هذا الشخص جيد جدا وسيعيد إليك بالنفع وسعيدها بينجح المشروع بإذن الله تعالى سيعيد لك بالنفع وبالدخل المادي الجيد أما في الأمور الدراسية يبتسم لك الحظ ستحقق نتائج رائعة جدا أكثر من ما تتوقع وخصوصا الأشخاص المقبضين على امتحانات داخلية وخارجية سيطلقوا اتصالات رائعة جدا من أفراد العائلة مليئة في الكلمات اللي بترفع عندك المعنوية والطاقة الإيجابية وبتزيدك إصرارا على تحقيق الإنجازات بس من ناحية أخرى هناك بعض الزملاء ينظروا إليك نظرة الغيرة والحسد رح يحاولوا إعاقد تقدمك بهدف التقليل للمستواك علشان يتفوقوا عليك رح يستخدموا معك أسلوب اللي هو الأمور الترفيهية يلهوك وأشياء من هذا القبيل القبيل فكون أكثر وعيا مع هذول أشخاص عشان ما تخلي مقاربهم إنها تنجح وأنت شخص داكي جدا ورح تبين عليك بشكل سريع ورح توقفهم عند حدهم أنا أنا يا أصدقائي ولا أعوذوا بالله من كلمة أنا ما بحب الحلقة تطول أكثر من هيك عشان ما تشعروا في الملل كل الحب والتقدير لكم يا أصدقائي وإن شاء الله القادم سيكون أفضل وأفضل بإذن الله تعالى